من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية التركية فخامت رجب طيب أردغان بزيارة رسمية لجمهورية شاد خلال الساعات المقبلة وحول هذه الزيارة التاريخية لزعيم تركي للبلاد فقد عدلنا الزميل آدم بكر إدريس التقرير التالي تتقارب البلدان والدول حسب السياسات وتوجيهات للقادة نهوى تقوية وتطوير الألاقات وفق القضايا ذات الاهتمام المشترك وعليه فإن بلادنا الشاد قد قطعت في هذا المضمار شوطا بعيدا حيث عززت الألاقات وتعدت المجالات لتتخطى نهوى غد مشرق وذلك عبر فتح آفاق جديدة في السياسات الاقتصادية والتنموية وأن تطوير الألاقات السنائية الشادية التركية أزلية ولا تزال قائمة حسب المبادئ والإستراتيجيات ولقد توطدت حزي الألاقات منذ فتح القنوات الدبلوماسية على مستوى الدولتين في صيف عام 2013 مما دفع بالسفارة التركية بإنشاء جسر التواصل عبر الخطوط الجوية التركية في خطوة غير مسبوقة على السعيد الاقتصادي بهدف تنمية وتقوية المجالات الاستثمارية وخير شاهد على ذلك شرعت الدولة التركية في بناء مسلخة حديثة لتصدير اللهم بمنطقة جرماية كما تويجت حزي الألاقات بزيارة رئيس الجمهورية درس دبيتنو إلى تركيا بهدف المشاركة في عمال الملتقى الاستثماري التركي الأفريقي حيث تحسنت ووصلت إلى عبد مستوى لها ثم انتقلت بعدها لتشهد مستوى متقدما لتشمل كافة المستويات الإنمائية والخدمية والإنسانية مما ساعد البلدين في تعزيز وتوظيف القدرات والمحارات التركية في المجالات الصحية والتربوية والبنى التحتية وقامت تركيا بتمويل مشروعات حادفة رغبة منها في توطيد عرى علاقات الصداقة والتلاحم لصالح الشعبين والتعاون في مجالات ذات الاحتمام المشترك وترشيد السياسات وجلب الاستثمارات التركية ويوم مشت أول مرة في تركيا الشيء الثنين اللي أنا حبيته لكي تبلد مسلمة وبلد يعني الجوامي القادة اللي قلت ما شاء الله ما في العرض محل زيادة من السورية زيادة سوان السورية في الكعبة وفي مدينة أما الجوامي القادة في تركيا دي الشيء دي برما يعني أنا مبسط بقا وقلت ما شاء الله المسلمين يعني كرفع روح المنوية للمسلمين هذا الشيء الأول مرة حسب وشفته وتاني مرة شفته يعني أخوان غير الأوروبيين فيو ناس يعني يقدروا يستثمروا يقدروا يبنوا ويقدروا بالصوار يعني بال بالإرفع الجايدة يعني يبنوا بلدهم ويقدروا ما شاء الله يعني الله يسي كده يعني ما بينا غالبين يعني فيه مد ناس مثلنا يقدروا يستثمروا يسوز زيادة ما شاء الله واستجابة للنداءات التي قدمها رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو بباريس العاصمة الفرنسية بدعوة المستثمرين وفتح أمامهم أوسى الأبواب بغرض الاستثمار في البلاد والاستفادة من خلق فرص العمل والحد من تفشي البطالة وإيطاحة الفرص أمام الشباب للولوج والدخول في المؤسسات والشركات الاستثمارية التي تخدم مصالح الشعبين وأن زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردغان إلى البلاد تؤطي دفعة قوية للألاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزز من فرص الاستثمارات الوطنية والنمو الاقتصادي